وإحنا بنتناقش مع كلام حضرتك عايزة أخد رأي حضرتك في أولاً حصيلة مش مباراة بس جزر القمر لكن نكلم على حصيلة تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وخاصة مباراتي اللي بتاعة عبر باكتش واحد مباراة كينيا في نيروبي ومباراة جزر القمر هنا في القاهرة تمام بداية طبعاً بنواجه تانية للمنتخب والجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البادري بالتأهل وبالعرض الأخير أمام جزر القمر وأنا شايف برضو كابتن لو حبينا نربط مع كل التصفيات اللي لعبها للمنتخب أنه ده أقل مكان يمكن أنه يظهر في كل المتشاط يعني المجموعة اللي فيها مصر فيها مصر وجزر القمر وكينيا وتوجو يمكن قبل بداية التصفيات احنا قلنا توجو وهي اللي ممكن تطلع تاني مباراً هي اللي ممكن تبقى قوية يعني شوية لكن واضح أنه هما بعيد خالص عن الموضوع وبالتالي ما ينفعش بقى أن منتخب مصر كان يظهر بالشكل اللي بيعاني به قوي ده يعني احنا قبل مباراتين توجو كان النادي كان منتخب مصر بيعاني معاناة رهيبة لما لعب مع جزر القمر وكينيا وموقفه تعقد جدا فالمسألة كانت غريبة وكانت تقلق يعني أنا واحد من الناس بعد مباراة كينيا الأخيرة أنا كان لها رأيي يمكن على عكس طبيعتي متطرف شوية فيه أنه هو لا الجهاز الفني كده ما يكملش ما يكملش اه أنا دي كانت وجهة نظري وجهة نظري دي على فكرة مش نبعة من أن أنا مثلا بكرة كابتن حسام البدري أو بكرة حادف الجهاز ولا طمعان أن أنا أدرب لأن أنا مليش في التدريب هي وجهة نظر بتعبر عن وجهة نظر الشارع هو كان غضب كبير جدا بالضبط يعني لا يعني أنا حتى بنيت وجهة نظري مش بس من قناعاتي لوحدها لا من ردود الأفعال اللي حصلت فيه الشارع الرياضي أو الشارع الكروي بعد ما شافوا أن منتخب مصر يعني يدوب بيكمل عشان يتعادل عشان يضمن بطاقة التأهل وبعمش في مجموعة قوية فتخيلت أنا بقى كابتن هاني السيناريو طب المتشاط اللي بعد كده ده إذا كنا احنا بنعاني بهذا المنظر أمام فرق مع كل الاحترام لها إنما كرويا وفنيا مهما تقال على إن المستويات الأفريقية كلها أصبحت متقاربة لا في فوارق طب الصورة دي تغيرت أنت بعد مباراة كينيا كانت الصورة بالنسبة لحضرتك ويمكن للشارع الرياضي بصفة عامة صورة غمق شوية بالنسبة ليه كمان مقارنة الناس بتقول طب إحنا لو كنا باللعب الجزائر أو مجموعة فيها فرقة كبيرة هل الصورة دي تغيرت بشكل كبير بعد مباراة جزر كامل ورفوز عليها أربعة صورة على حد اللي إحنا شفناه يعني اتغيرت إلى حد ما إلى حد ما إلى حد ما ليه لإحنا برضو في المباراة أمام جزر القمر لأ من من أول دقيقة إحنا شايفين حاجة مختلفة طب ده كان فين يعني يعني أنا مثلا واحد من الناس برضو اللي كنت معطارد جدا على إنه إنني ما يشتركش في المباراة كينيا أه طبعا في المباراة كينيا ليه ده لعب محترف ويمر بأفضل فتراته مع أرسنال وفي الدوري الإنجليزي وكابتن أرسنال فعني زمان من فترة كده كنا بنهاجم لأنه هو النهاردة هو في أحسن حالاته ومع ذلك هو مش موجود فهل يؤقل أنه هو اللاعب رقم خمسة في هذا المركز مع كل الاحترام لزميله يعني كل اللي بيلعبه في الهاف ديفندر كلهم مستويات عالية وكل حاجة بس أنت جايب لعب محترف جايبه يا إما ما تستدعهوش خالص من الأساس يا إما أن أنت بتجيبه عشان يلعب فاللي إحنا فجئنا به إنه هو مش موجود خالص سيبك بقى من إنه تقال إنه كان بيسخن وجاهز والكلام ده كله لا أنا كمشاهد حتى استغربت من هذا التغيير هو حتى إحنا بنقيم على الأداء الفني وطبعا في اعتقاد الشخص ومتعرفش كان ممكن حتى النيني يشارك ما يظهرش بالمستوى لكن الطبيعي لكن الطبيعي وكل الناس اللي كنا نصر يشترك ولو وحش ما يطلع بزبط كل الناس كانت بتقول إنني في أفضل حالاته في الأرسنال الحالة المعنوية عالية جدا رجع تاني إنني يمكن بفكرنا يمكن بأولمبياد لندن بالزبط انطلاقته يعني فكان من الطبيعي وجوده يعني غريب آه عدم وجوده كان علامة استفاهم من كابتن حسام يمكن أفلها شوية مع النيني قال لا إحنا بالاتفاق مع النيني وإنني آه لعيب محترف كل حاجة وحيشارك في مبارات جزركم وكمان برضو كابتن فيه محمد شريف أنا بعتبر إنه هو مكسب كبير جدا للمنتخب وقلنا يمكن قبل يعني بعد إعلان القايمة أو ليلة إعلان القايمة كنت مع حضرتك وقلت أنا إنه ضم مجموعة الأسماء دي اللي هم الشباب المهاجمين كانت حاجة كويسة محمد شريف أحمد ياسر أحمد ياسر حسام حسن دي بداية برضو جديدة وكويسة لأنه حسام البدري بيدور على حل المشكلة المهاجم المهاجم الصريح مثلا لما تشوف تقلق مجدي أفشا في المباراة أمام جزر القمر وعمل التلاتة أسست الثلاثة أهداف فعايز أقول إنه في مكاسب بقى ظهرت في هذه المباراة وشفنا منتخب مصد طبعا بالإضافة لمحمد صلاح حتى محمد صلاح ظهر بشكل مختلف خاصة في الشوت الأولاني كلنا كنا كويسين الشوت الأولاني وخلينا نحدد من أول لغاية الديئة 25 دقيقة بالزبط لغاية الديئة 25 أو 30 الفترة دي كلها كان شفنا منتخب مصر اللي هو إحنا بنتمنى نشوفه خلي بالك بقى هنا دي نقطة مهمة عشان برضو اللي بيحاول يوصل لكابتن حسام إن الناس بتهاجموا عشان مش عايزينهم هو شخصيا لا الموضوع مش شخص إحنا عاوزين منتخب مصر يظهر بالشكل اللي يليق باسم الكرة المصرية ويليق بأسماء اللعيبة دول يعني دي